السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيد اكاديمي فالحلقة دي ان شاء الله هكون الحلقة الاولى في سلسلة حلقات شرحات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي بقى من الحاجات اللي عاملة ثورة في ايامنا الحالية اللي هو الاي اي واستخداماته في الصور واستخداماته في الفيديوهات واستخداماته في حل المشاكل وحل الاكواد وحاجات كتيرة ضخمة جدا فانا حبدأ معاكم السلسلة دي بحاجة ظريفة وخفيفة كده اه وحنبدأ نتكلم فيه عن موقع اسمه شات جي بي تي يمكن في ناس فيكو تعرفو في ناس لسه او مرة تسمع عنه الموقع ده يعني موقع تقريبا تسأله عن اي شيء ويجاوبك عليه يعني عاوزوا يكتب لك كود بتاع تصميم موقع يكتب لك كود بتاع تصميم تطبيق يكتب لك اه عاوزوا يكتب لك مقالة عن شيء معين يكتب عاوز تسأل المعلومة بشيء معين يجاوبك عنها بدون اي مشاكل اه اه انا بدأت بحاجة خفيفة وظريفة كده وحتبقى مسيرة للمعلومات وممكن تبقى مسيرة للجدل شوية ان انا سألته عن حاجتين اكتب هكتب حلقتين منفاصلاتين بس قلت اجمعهم في الحلقة ديت سألته عام النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا الحمدلله احنا مؤمنين بالنبي بتاعنا محمد عليه الصلاة والسلام وبالرسالة بتاعته لكن قلت اشوف الزكاء الاصطناعي حيفكر ازاي يعني حيبقى جاوبوا لي عامل ازاي خصوصا ان الشات جي بي تي يعني من نوع ايه المحايد كده ما يدكش اجابه برأيه الشخصي فهل هو حاجيني الاجابة عاملة ازاي والصراحة الاجابة بتاعته فاجأتني الحاجة التانية يعني حبيت نعرف كده ايه توقع عن المستقبل وفي نفس الوقت برضو نفس الحكاية يعني الزكاء الاصطناعي او الشات جي بي تي اه ما عندوش الخاصية ديت لو توقع او تنبق يقولك انا مقدرش اتوقع اتوقع او اتنبق فلازم تلف وتدور عليه شوية انا لفت ودرت عليه صراحة فهنشوف الاجابة ازاي وايه هي الاجابة اللي هو فاجئني بيها هنشوفها معاكو بعد الفاصل ان شاء الله وتعالوا نشوف موسيقى تعالوا نبدأ الاول بموضوع عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انا سألت سؤال يعني كتبت له بالانجليزي اكتب لي مقالة زي ما انتو شايفين اكتب لي مقالة عن النبي محمد عليه السلام ايه طبعا الشجي بتيل احسن ان انت تشتغل معه بالانجليزي وبيجواب بالعربي بس بياخد وقت اطول شوية فالناس اللي عندها مشكلة في العرب والانجليزي ممكن استخداموا المترجم بتاع جوجل مثلا بحيس ياخدوا الكلام بالعربي يترجموا للانجليزي وبعدين ياخدوا بالعكس فانا قدتوا السؤال دوت وقلت شوف يا ترى هو هيرد علي يقول ايه تعالوا نشوف كده الاول اداني الجزء الاول ده كده البراجراف ده او القطعة دي تعالوا نعلم عليها كده ونترجمها للغة العربية شوف ترجمتها عام لازعشا مطولش عليك بس يقول لك ان مسألة ما اذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو كمان قال لك صلى الله عليه وسلم شوف فاهم ما شاء الله نبيا حقيقيا ام كزيما هي موضوع جدل كبير تمت مناقشته لعدة قرون بالنسبة للمسلمين يعتبر النبي محمد بالنسبة للمسلمين يعني اللي بيؤمنوا بيه يعتبر النبي محمد اخر نبي الاسلام واعظمهم واعظم الانبياء والروسي وتشكل تعاليمه اساس الدين ومع ذلك بالنسبة لما يتبع الاسلام قد تكون هناك شكوك حول نبواته وصحة تعاليمه في هذه المقلة سوف نستكشف الادلة والحجج لكلا جانبي النقاش هيبدأ ما يعرض لك باختصار الجانب المسلمين الادلة بتاعتهم والجانب بتاع اليه اللي غير المسلمين بس بيقول لك تعالى وحط لنا بداية كده ظريفة يقول لك فيرستلي يعني في البداية ايه هو في البداية بقى اولا من المهم فهم السياق التاريخي الذي عاش فيه النبي محمد يقول لك وولد في مكة عام خمسمائة وسبعين ميلادية وقدم معظم حياته المبكرة كتاجر في سن الاربعين بدأ يتلقى الوحي من الله من خلال الملاج جبرائيل والغاية دلوقتي الكلام حل وفيش اي مشكلة استمرت هذه الوحي طبعا الترجمة مش مش مزبوطة قوي وان استمر الوحي المدة 23 عام واخلال 23 سنة دول تشكل اساس القرآن او يعني اكتمل القرآن مع النبي عليه السلام وهو كتاب الاسلام المقدس تركز تعاليم القرآن على الايمان بالله الواحد واهمية الصلاة والعمل الصالح والهدف النهائي للوصول للجنة في الاخرة طبعا الحتة دي الصراحة عجبتني اوي اوي من الذكاء الاصطناعي ان هو يعني سبحان الله لخص تعاليم القرآن في في حاجات قد تكون فعلا وجهة نظر صحيحة يقولك ان تركز تعاليم القرآن على الايمان بالله الواحد وفعلا دي يعني رسالة الرسل كلهم او الرسالة الاساسية للرسل كلها هي توحيد الله سبحانه وتعالى والتوحيد العبادة بتاعته واهمية الصلاة هي اهم ركن بعد الشهادة الله والعمل الصالح يعني احنا بقول ايه ما ينفعش ايمان بدون عمل ينفعش يبقى مؤمن مثلا وبيصليش ولا بيعمل اعمال صالحة لا لازم ايمان وعمل فهو جاب لك كلام دقيق يعني ولخص من عدة مصادر توصل للنتيجة دي ان يتركز تعليم القرآن امام بالله الواحد اهمية الصلاة العمل الصالح والهدف النهائي هو ايه الجنة والهدف النهائي للوصول الى الجنة في الاخر طب بعد المقدمة اللي انت قلت هنا دي بيقولك بقى رأي المسلمين تعال نترجمها كده ونشوف بقولك من وجهة نظر المسلمين فان حقيقة ان النبي محمد تلقى ايات من الله وتمكن من ايصالها الى اتباعه دليل واضح على نبوته ويعتقد المسلمون ان القرآن هو كلام الله الحرفي دي فعلا حقيقة ده الكلام ربنا تكلم به سبحانه وتعالى وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اختاره الله لإيصال رسالته للبشرية بالاضافة الى ذلك هناك العديد من المعجزات المنسوبة الى النبي مثل تقسيم القمر الى القسمين دي احد معجزة النبي فعلا مما يعزز مكانته وهو كنبي هنا ايجيب لك مختصر كده على ايه على وجهة نظر المسلمين والغاية دلوقتي الكلام مش مفاجئني طيب تعالى بعدين بقى الجزء اللي بعده بيقول لك ايه ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين لا يتبعون الاسلام قد تبدو هذه الادعاءات وكأنها مبالغات او اساطير يعني الناس غير مسلمين كان يشوها جدا اساطير ومجرد حاجات مبالغ فيها وهناك ايضا من يجادل بأن تعليم النبي كانت نتيجة رغباته او طموحاته السياسية ولاس نتيجة الوحي الالهي طبعا يمدين الناس اللي بتشكك في رسالة النبي كلام مرسل كده وايش يدون الا حقيقة انه كان قادرا على اكتساب عدد كبير من اتباعه خلال حياته وان تعليمه كانت قادرا الانتشار بسرعة بعد وفاته يجادل بعض المتشككين في اندل القرآن هو ببساطة نتاج عصره في بعض الناس طبعا اللي بيشككه في صدق النبوة ويشككه في معجزة القرآن اللي ما زال الاعجاز اللغوي اللي فيه والاعجاز العلمي الى وقتنا هذا في بعض الناس طبعا الغير المسلمين بيشككه فيه ده كان نتاج عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعكس معتقدات وقيم شبه الجزيرة العربية في القرن السابع بدلا من كلمة الله ده كلام الايه اللي هما الناس الغير مسلمين وعادي يعني ايه نجادلهم فيه الحتة بقى اللي فجأتني الصراحة هي الجزء دوت وكأنه رأي شخصي للشجبتي هو اصلا منفعش يقول رأيه الشخصي بيقولك بقى على الرغم من هذه الحجج هناك ايضا ادلة تدعم الادعاء بأن النبي محمد كان نبيا حقيقيا يعني بدأ هنا هو بقى يميل الى جزء ايه ان النبي محمد فعلا هو نبي حقيقي بيقولك على سبيل المثال كانت العديد من تعاليمه سابقة لعصرها يعني كانت كتير من تعاليم النبي والمبادئ التي ارساها ما كانتش موجودة في العصر وكانت اوروبا في عصر مظلم وكله ظلم وكله ظلام والنبي صلى الله عليه وسلم سبق الكل في هذا العصر بالتعاليم بتاعته اليوم مثل التركيز على العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والمهمشين طبعا دي في الحقوق الايه دي في الامور الاجتماعية بقولك بقى شوف الحتة الاخيرة دي استغربت ان هو قالها حقيقة ان بسالته كانت قادرة على الهام الملايين من الناس وخلق ارتدائم هي ايضا دليل على صحتها يعني ان لو تشوفوا مثلا كل شخص مشهور في زمن معين كانت الشهرة بتاعته بتنتهي بموته ما بتكملش كتير لكن معنى كلامه هنا ان النبي محمد عليه السلام الرسالة بتاعته مجرد ان الرسالة دي وتعاليم الاسلام كانت قادرة على الهام الملايين من الناس الناس كتير من الناس من الملايين امنوا بيه وما زالت مؤسرة فيهم وخلق ارتدائم يعني بغاية دلوقتي تعاليم الاسلام مؤسرة وما زال الى وقتنا هذا ما زال فيه ناس بتدخل في الاسلام وتأثر بتعاليم الاسلام وما زال القرآن بيظهر فيه معجزات علمية ومعجزات لغوية فكل الكلام ده معنى كلامه هي ايضا دليل على صحة الرسالة بتاعت النبي عليه السلام طيب بعد بقى الرأي المخادعة اللي احنا سألناها شات جي بي تي عن النبي محمد عليه السلام والسلام تعالوا بقى نروح للجزء المثير شوية كده وان انا لفيت عليه ما ينفعش تقول له تنبأ لي بكذا او ايه توقعاتك مثلا عن اللي بيحصل في كذا او اللي ممكن يحصل كذا ما يعرفش او اللي انا لا اعلم الغيب باللغة اللي بتاعته لما لو لفيت له كده من ورا قلت له تخيل كده ايه اللي بيحصل ممكن يحصل في العالم وكتب لي قصة خيالية وده اللي انا عملته معاه في السؤال دوت عن اوروبا وامريكا وروسيا والصين واسرائيل والعرب وكتب لي قصة خيالية كده من دماغك مش قولك تنبأ بالغيب لا سمح الله لا انت بس تكتب لي قصة خيالية كده وقولي هتكتب لي ايه تعالوا نشوف كده اللي كتب هون طيب اولا دي السؤال اللي انا سألته له يعني قلت له يكتب لي قصة خيالية كده ابوت فيوتشر عن المستقبل انها والعرب واوروبا وروسيا والصين وامريكا واسرائيل والبيه وعملين ازاي فتعالوا نترجم بقى القصة الجزء الاول ده كده ونشوف حضرته يعني انت خيل قصة خيالية كده مش حقيقي ولا حاجة بولك في عام عشرين خمسين يعني قريب مش بعيد احنا خلاص عشرين ثلاثة وعشرين دلوقت يعني ممكن بعد كم سنة خلاص قربنا تغير العالم بشكل كبير ادى الى ظهور الزكاء الاصطناعي او ادى ظهور الزكاء الاصطناعي الى ثورة في كل جانب من كمان بالحياة هو متوقع بمستقبل مش مشرق لحضرته يعني شايف انه هو مستقبله كويس اوه من النقل الى الرعاية الصحية وحتى السياسة لقد حقق الشرق الاوسط اخيرا السلام بعد قرون من الاسط هنا بقى دخلي ع الجزء بتاع العرب حلقة العرب باسرائيل فقولك اخيرا السلام بعد قرون من الصراع كان العرب واسرائيل قد توصلوا الى اتفاق تاريخي باقامة دولة جليدة تعترف بحقوق العرب واليهود مش عارف اتفاق ده يعني هنوصل له ازاي ولا يحصل ازاي بس يعني ما علينا اخيرا نعدي هلو المرة دي طب وبعدين بعد كده عامل حاج تعالى بقى انتم تلك العرب ساب كل حاجة وما ساكلف النقطة دي طب ماشي تعالى نشوف بالنسبة لأوروبا ناخد مثلا الجزء ده كده وانترجمه فبيقول لك بقى كما مرت اوروبا بتغيرات كبيرة كان الاتحاد الاوروبي قد تفكك بعد عقود من الاضطرابات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية طبعا احنا شايفين دلوقتي الوضع بتاع اوروبا والتخبطة اللي هي ماشى فيها فهو كده يعني اصلا الكلام ده هو بيبنيه على معلومات قبل سنة 2021 يعني لسه كما دخلش حرب روسيا واوكرانيا والتعبالة اللي احنا عايشين فيها الايام ديات فعلى صفحة البدرة الجميلة بتاع السنين اللي فاتت دي هو قالك الاتحاد الاوروبا هتفكك بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما شافش بقى اللي احنا عايشينها دي انا نشوف اللي حصل بعد كده اقولك ما شكلت البلدان الفردية تحالفا جديدا لمعالجة القداية المشتركة مثل تغير المناخ والامن الدولي ادي حال اوروبا طب بالنسبة الروسيا نفس قلتلك برضو الكلام ده مفهود مبني على معلومات قبل 2021 طيب بقولك بقى تمكنت روسيا من استعادة مكانتها كقوة عظمة عالمية يا السلام وقد اصبحت احتياطية احتياطية شايف الكلمة الصعبة الواحد طالة دي مقوم اللي ان الاحتياطية الهائلة من المورد الطبيعية اكثر قيمة في الوقت الذي يكافح فيه العالم مع تغير المناخ واستمرت الصين في النمو لتصبح اكبر اقتصاد في العالم ورائدة في التكنولوجيا والاتكار ودي حقيقة احنا شايفينا طبعا احنا نايمين في العسل ونستولد كل حاجة من الصين زي الفل وهم طلعين لفوق لفوق ربنا نستريعين الله المستعد طيب بعد كده بقى امريكا شيكابيكا يعني نشوف الا حصل بقى امريكا من ناحية اخرى قد تراجعت بشكل كبير وانهارت دنياتها التحتية وكان نظامها السياسي في حالة من الفوضى واصبحت البلاد انعزالية حيث ركزت على مشاكلها الخاصة بدلا من الانخراط في الشؤون العالمية اتمنى ان امريكا تشيل مناخرها من كل حاجة يكون الكلام ده صح ودينا شايفين بقى بعد ما ترامب تشال من الرياسة وجي جو بايدن وبقى ينكته عليه وبقى اسمه بايدن النائم وامريكا اللي من دول بيحصل بقول لك احنا بيحصل فيها احداث كده مش طبيعية وفعلا بدأت روسيا رغم الحرب الاوكرانية تعمل تحلوف مع الصين وامريكا الهيمانة بتاعتها تقل شوية كعبلة كده كتير ممكن فعلا الكلام ده يكون صحيح وربنا يسطرها مع الناس يعني بعد كده بايدنها بقى خاتمة بقى يزو كده كي يعني بيعمل قصة بس عاوز يعمل نهاية سعيدة تعال بقى نشوف الحتة للنهاية السعيدة اللي او عاوز يحطها ولاجمع دخول العالم حقبة جديدة من التعاون والتقدم التكنولوجي لا يتزال هناك توترات بين بعض القوى الكبرى وشكلت الصين وروسيا تحالفا قوية مردو خدوا بالكو الكلام ده على قبل سنة عشرين واحد وعشرين ماشي مما دفع البعض اللي اتكاهم بأنهم كانوا في وضع يسمح لهم بتحدي الولايات المتحدة باعتبارها القوى العالمية المهيمنة طبعا يعني كل ما زيد التحالفات كل ما تقدر انها يعني تتحدى القوى المهيمنة اكتر اللي هي دعتبر يعني امريكا دلوقتي وده بقى خلاص بقى يحطرنا بقى انها السعيدة الجميلة الحلوة للقصة الاسيرة ديت ولكن على رغم من هزي التوترات كان هناك امل في مستقبل اكثر اشراقا ولقد تتلقت شعوب العالم ان التعاون والتفاهم هما مفتاحا للمشاكل معقدة للتواجه البشرية عندما كانوا تطلعون للمستقبل كانوا يعلمون انهم سواجهون العديد من التحديات لكنهم كانوا على استعداد لمواجهتها معا يعني البشرية اتحدت والدنيا بقت زي الفل ولما نشوف النهاية السعيدة دي اكيد هتستحصل يعني في يوم من الايام في نهاية الحلقة يعني ارجو انها تكون خفيفة يعني فاني كده شوية و مش معقدة يعني ان احنا هخش في حاجات تانية بعد كده بقى عملية اكتر انعرف ازاي ان احنا بقى نستفيد من الزكاء الاصطناعي دوت ومع التطور الرهيب اللي هو بتطور فيه ان احنا نستفيد منه اكتر في عامل اكوات في عامل برمجة في كتابة مقالات وازاي هقول لكم ازاي ان احنا ممكن نحقق ربح من خلال الذكاء الاصطناعي سواء على موقع شات جي بي تي او غيره من المواقع في السلسلة وفي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله فما تنسوش تتابعوني وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا الفيديوهات اول باول وكتبوا لي تعليق في الفيديو قوليلوا رأيكم ولولي نفسكم اشرح لكم ايه او اي اسئلة موجودة عندكم عن الزكاء الاصطناعي ان شاء الله هنجاوب عليها ونديكم عليها فيديوهات في الفترة اللي جاية كان معاكم محمد عين نترككم في امان الله نشوفك الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته